إذن الحيازات الأجنبية في أدوات الدين ولكن هذه المرة في مصر كيف هو المشهد وكيف يبدو في الفترة القليلة الماضية نتحدث عن أبرز المشاهد بالنسبة للاقتصاد بشكل عام بالنسبة لمصر والتعافي الذي شاهدناه في جمهورية مصر بالنسبة بعد تدعيات جائحة كورونا ولكن الربع الثالث من العام المالي الحالي شاهدنا هذا النمو في حدود الاثنين وتسعة في المئة بالنسبة لفجوة التمويلية بنهاية العام المالي وصلت إلى مستويات الاثنى عشر مليار دولار بالنسبة لجدول سداد الديون لشهر يونيو عند مستويات ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار بالنسبة للتعافي الاقتصادي في مصر كانت مصر من أحد الدول أكثر تعافيا مقارنة مع الدول الأخرى والخروج من تدعيات جائحة كورونا نتحدث هذه المرة تفصيلا عن الحيازات الأجنبية في أدوات الدين المصرية في العام 2020 شاهدنا سجلت في شهر مايو الماضي أدنى مستوى لها هبطت بأكثر من النص مقارنة مع منتصف أو بالنسبة للربع الأول من العام 2020 من تسعة مليارات وخمسمائة مليون دولار إلى سبعة مليارات ومائة مليون دولار في مايو من العام 2020 بنهاية مايو من 2021 شهدنا هذه بابين مستويات 28 و29 مليار دولار وأسباب الارتفاع بالنسبة لدين ونتحدث عن فيما يخص مصر إحدى أعلى أسعار الفائدة الحقية في الأسواق الناشئة هذه ربما أبرز أسباب الارتفاع فيما يخص الديون في مصر الخطوات القادمة للاقتصاد المصري وماذا يتوقع العودة لأسواق قد ينجمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولارية هذا في أحد أبرز الآخر تطورات فيما يخص هذا الملف التواصل مع بنوك الاستثمار إصدار سوكوك بمجرد إقرار مشروع قانون السوكوك السيادية ودراسة طرح سندات مسددامة في السنة المالية 2022 والعام 2023 هناك احتمالية كذلك من طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة هذا فيما يخص آخر التطورات بالنسبة لحيازات الأجنبية في أدوات الدين في مصر